السلام عليكم شباب اليوم سأحكي لكم شوي عن اقوى سيارة افرود من كتتحصل لها في سنة 2013 اليوم على الاطلاق هذه سيارة فورد برانكو بس هذه ليش اي برانكو عادي يا شباب هذه البرانكو رابتر البرانكو رابتر زي ما تعرفين ماركتيب رابتر هي اقوى طراز بطرقات وعرب فورد تتزودها عندك فاكس شوكس عندك 37 امش تايرز اكبر احجاز تتحصل لهم على اي سيارة طرقات وعرة من المصنع فبتحكي لكم كل ايش عن هاي السيارة يا شباب من جوة من بره ايش اللي بميزة ايش بيخليها افضل سيارة افرود صراحة انا كتير كتير متحمس بيشوق لها السيارة زمان بدي احط ايدي عليها وافرجيكم السيارة كاملة اذا لسا ما ضغطوا زر الاشتراك اشتركوا الان في القناة حتي يوصلكوا اخر اخبار السيارات العالمية ويلا نبلش طيب شباب زي ما انتم شايفين اول شي بلفت انتباهك هذول الاعجال الضخمات خرافيات بشكل خرافي والمقصورة الامامية بشكل عام صراحة مقصورة شرسة جدا جدا اول ما تشوف المقصورة الامامية هاي صف على اليمين ولما تشوف الاضوية الخمسة هذول واحد اثنين ثلاث اربع خمسة الاضوية الخمسة هذول يعني هذول على فكرة اضوية مطلوبات في القانون عشان تقولك انه هاي سيارة عريضة وعشان يعني كفيتشر اماني فلما تشوف الاضوية الخمسة هذول سيارة عريضة هاي الاضوية بيحطوها على القاطرات الكبيرة عشان يفرجوك انه هاي ترك كبير وعريض عشان تعرف ايش اللي وراك فصراحة مقصورة شرسة جدا جدا عندك كلمة فورد مختومة في الأمام عندك اللون الزيتي مع اللمسات البرتقالية أيضا عندك هوكس للريكوفري عشان تطلع سيرات الجيب بمزح مع الجيب يا شباب عشاق الجيب تحية لكم كاميرا 360 بتيجي ستاندرد بتيجي من المصنع أول ما تشتري فورد برانكو رابتر بيجي معها كاميرا 360 بيسموها بيرد آي أو عين الطير طبعا مفيد جدا للطرقات الوعرة لأنها شاشة كبيرة أمامك بتفرجيك قدامك ووراك وبتفرجيك كمان منظر السيارة من السماء زيك أنه يعني فيه نسر بتطلع على السيارة من تحت فسيما تشوفين عجال ضخمة يا شباب 37 إنش تايرز هذول العجال بيجوا أكبر عجال بيجوا على أي سيارة أي سيارة تم تصنيعها من أول يوم لا اليوم من المصنع أكبر عجال 37 إنش ممكن تحصهم على أي سيارة هاي سيارة يا شباب يعني حرفيا إذا بدك سيارة SUV أكثر سيارة إمكانية على الطرقات الوعرة SUV فورد برانكو رابتر بلا منازع وأكبر تحية لعشاق الجيب لكن البرانكو رابتر بتطقي على الجيب والنيسان والتيوتا واللي انت بدك إياه انت اختار بدك إياه صراحة الفورد برانكو يعني بال418 حصان وما يقارب لل450 460 عزم صراحة سيارة خيالية للطرقات الوعرة مش بس الماتور كل إشي فيها العجال 37 إنش الرمات بيسموهم البيدلوك شوف الشاكس فاكس شاكس مع دعامات نظام الهاس نظام الهاس هذا بيتغير ما يقارب بأعتقد عشر تالاف أو ألف مرة بالثانية بيغير وضعية الشاكس حسب الطريق اللي انت ماشي عليه يعني هاي أرخام خيالية يا شباب يعني هذا نظام الدعامات وانت ماشي على أي طريق هو برصد الطريق ألف مرة بالثانية عشان يعطيك أفضل طريقة وأفضل قيادة ممكنة لهذه السيارة على الطرقات الوعرة متخيلين يا شباب طبعا ترك مرفوع هذا السقف ممكن أنك تشيله ممكن ترجعه البواب بسهولة بأكمن يعني بس ببساطة ممكن تشيل البواب كمان بشكل كامل حتى الخلفية من وراء ممكن أنك تشيلها اللي هو السقف الخلفي ممكن أنك تشيله بعطيك منظر الجيب الكامل طبعا كل المخصورة الداخلية راح أفرجكم لحظة منظر العجل اللي معلق على الباب أيضا منظر شرس جدا صراحة أنا بعشق اللون هذا اللون الزيتي مع الأورنج لون جميل جميل لون جيشي تقريبا حصان علامة حصان لبرانكو وأضوية LED فل الفل بالكامل عندك كمان هذول الهوكات حتى أنك تخرج أي سيارة عالقة في الصحراء أو في أي مكان حتى كمان عندك كمان توهيتش عساس أنك تسحب أي قاطرة أنت بدك إياها هاي سيارة ممكن أنها تسحب إلى ما يقارب ستة أو سبع تلاف باوند قاطرة يعني قارب أو مخيم أو أي شيء أنت حابه طبعا زي ما أنتوا شايفين في مساحة كبيرة في الداخل هي عبارة عن جيب حجم كامل حجم كبير أو مثل ما بقولوا أخواننا في الخريج شاص ما بعرف إيش بتسموا الأس يو فيات يا شباب خبروني في التعليقات شاص ولايش اللي هو اللي بتسموه سيارة أربع بواب حجم كامل للطرقات الوعية يا شباب الأبواب بتم إزالتها بشكل بسيط حتى في عندك هوكات في الغطى المحرك الأمامي ممكنهم تربط عليهم بوزن ما يقارب 175 باوند طبعا مقصورة الداخلية إذا ما تشايفين مقصورة كل إشي فيها كل مليميتر صمموا بحيث إنها تكون للطرقات الوعية شوف بلاستيك كامل إدين كل مكان حتى يسل تنظيفه حتى مساكت المي بتيجي زي شبك جميل شوف الكراسي روعة عشان يعبطوك في الطريق روعة كراسي مدفة مبرد ممتاز إدين في كل مكان عليها كلمة برانكو جميل جدا تم تثبيتها في براغي حتى تكون ثابتة ومتينة عندك شاشة أمامية LCD شاشة وسط LCD أيضا ضخمة حتى يكون تفرجيك كاميرات هنا أيضا ممكنك تتحكم في الأضوية وتحكم في المراية تحكم في كل إشي أنت عاوز خلينا ندخل في الداخل ونشوف شو هي الإضافات اللي موجودة في داخل السيارة زي ما أنتم شايفين تصميم رهيب رهيب عندك هنا كبسات قفل للدفرنش الخلفي قفل للدفرنش الأمامي عندك لين أسست عندك مساعدة قيادة عندك حتى هنا نظام دفع رباعي تومتيكي زي ما أنتم شايفين يعني إضافات خيالية 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 لأبعد الحدود عندك شاحن ويرلس أكيد للتليفون عندك يعني كبسات وبنفس الوقت شاشة لمس حتى بيعجبني اللون البرتقالي هيك الشريطة في وسط الستيرينغ ويل حتى وكلمة رابتر مكتوبة على ستيرينغ ستيرينغ بسيط مش معقد في يعني كبسات ضرورية مثل لين أسست مثل كروز كونترول مثل حتى مساعدة القطر موجودة على الستيرينغ ويل يا شباب على الستيرينغ زي ما أنتم شايفين كبسات الكندشن كل شي تمام ستارت ستاب كبسة ستارت ستاب زي ما أنتم شايفين شاشة واضحة سريعة جدا كلمة رابتر فورد بيرفورمس عشان نتذكرك أنه هذه أقوى فورد ممكن تحصلها فورد رابتر لطرقات الوارس صراحة يعني عن جد عن جد يعني هذه أعتقد أنا برأيي هي أفضل سيارة SUV من ناحية طرقات وعر ومن ناحية إمكانيات أفضل SUV بلا منازع بعدين فخمة جدا يعني شوف جلد كل مكان صحيح أنه الانتيريور فيه بلاستيك عشان يسهل تنظيفه ومطاط وإلى ذلك لكن صراحة تصميم السيارة تصميم يعني كثير كثير مثل ما بسمعنا كول يعني كثير كثير جميل إبداعي تصميم إبداعي تصميم عنيف تصميم حاد خبروني يا شباب إيش رأيكم في التصميم لهذه التراك من جوة من برة طبعا هذه التراك بيجي سعرها بيبدأ سعرها 89 ألف دولار بدون جمرك وبيصل إلى فوق المئة ألف حسب الإضافات وحسب الإمكانيات اللي أنت بدك تزود هذا التراك فيه خبروني يا شباب إيش رأيكم بالفيديو لهذه السيارة من جوة من برة إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناة Express Car Reviews في هذا القناة حتى يوصلكم آخر أخبار السيارات اللي تم إعادة تصميمها بالكامل مثل الفورد برانكو اللي هو وحش الطرقات الوعرة وأفضل سيارة طرقات وعرة وأفضل سيارة SUV على الإطلاق تم إصدارها من شركة فورد ومن أي شركة ثانية سواء كانت تويوتا أو جي أم سي أو نيسان أو أي شيء ثاني بالنسبة لفورد برانكو رقم واحد بلا منازع وللمرة القادمة يا شباب والسلام عليكم ورحمة الله